السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى ويلقاكم بصحة وعافية و احوال زمة و بطبعات الحال مع اخر الاخبار و اخر مستجدات اليوم الاخوان غدي نتكلموا على المملكة المغربية غدي نتكلموا على المغرب اللي كيخرج على الصمت دياله و كيحمل المسئولية رسميا كيحمل المسئولية لفرنسا بسبب تعطر اعادة المهاجرين كذلك قد نتكلموا على المغرب كيوجه وحدة الرسالة للاتحاد الاوروبي بخصوص القرار ديال رفع قيمة المساعدة المالية لفائدة المغرب لمكافحة الهجرة الغير النظامية بنسبة 50% بقوا معي الاخوان شوفوا التفاصيل ديالهد الموضوع دائما كنتمنى منكم انكم تدعمونا بكترة الاعجابات كذلك للبارتاج و الاشتراك وهذا بطبيعة الحال هو فضلا منكم وليس امرا و دائما احنا يمستمرين في القضية المقدسة عند شعب المغرب العظيم اللي هي قضية للصحراء المغربية الصحراء في مغربية هو المغرب في صحرائه ولا عزاء للحاقيدين و عاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالبة الا الله على بركة الله قد ندخل الصور بالموضوع اخيرا اخواني اخواتي المغرب رسميا كي يخرج على الصمت دياله و كيحمل مسؤولية لفرنسا المغرب كيرد على تشديد التأشيرات و كذلك على ما وصفته باريس بعدم تعاول المملكة المغربية في اعادة المهاجرين الغير نظامين هنا المملكة المغربية او المغرب استنكر منذ 28 شتنبير 2021 القرار الفرنسي اللي وصفه وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطا بالغير المبرر لمجموعة من الاسباب و من بين هاد الاسباب بحسب السيد الوزير اللي قال على ان المغرب كاد دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الاشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن لازم بين السهيل تنقل الاشخاص سواء طلبة او رجال اعمال وما بين محاربة الهجرة السرية والتعامل الصارم حويا للاشخاص اللي هما في وضعية غير قانونية منذ شتنبير 2021 بقى المغرب ملتزم بالصمت و من بعد السنة من هاد الصمت رجع المغرب رسميا كيحمل الحكومة الفرنسية كيحملها مسؤولية تغفر مصار حل اشكالية المهاجرين المغربة اللي كانت كتحجج بهم باريس لتقليص نسبة التأشيرات الممنوحة للمغربة وفي هالصدد غدي خرش السيد الزروالي او خالد الزروالي اللي هو والي في وزارة الداخلية والمكلف بالهجرة ومراقبة الحدود فحد الرد عن سؤال وكالة الافل اسبانيا حول اعادة القاصر للمغربة الغير مصحوبين من اوروبا واكد السيد الزروالي ان المملكة المغربية عندها مراكز استقبال ضمان اعادة دمج هاد الاطفال في مصارهم او في المصار ديالهم هنا المسؤول الاول على الهجرة في المغرب كيقول على ان المملكة المغربية تعاملت بهاد القضية تعاملت بواحد الشجعة وبواحد الشفافية اللي هما يعني كبار ورسلت فرق الى كل من فرنسا وحتى الاسبانيا ودول اخرى باش تعرف على القاصرين واضاف السيد خالد الزروالي قال باللي المغرب تيكرر استعداده لاستقبال الاطفال المغربة القاصرين اذا المشكل راح ما شيف المغرب المشكل هما في دوك البلدان الاوروبيين بحيث ان القوانين واللوائح اللي كتخلي على ان العملية للترحيل تكون معقدة بعض الشيء اشر السيد الزروالي كذلك الى ان السبب التاني كيتعلق بكون المملكة المغربية من منطلق هاد المسئولية اطاح التعليمات واضحة لاستقبال عدد من هاد المواطنين اللي كانوا في وضعية غير قانونية في فرنسا بحيث بلغ عدد الوتائق دي الجواز الصفر يعني جواز المغرور اللي غدي تسمح المواطنين بالعودة للبلد ديالهم اللي منحاتها القونسولية المغربية من خلال ثمان شهور من هاد السنة الحالية الى ربعميات وثيقة كما اشار ان الوازير الغارجية اكد ان اعتماد هاد المعيار غير مناسب لان المملكة المغربية الشريفة تعاملت بوحد شكل عملي وتعاملت بشكل صارم مع المهاجرين الغير القانونيين وهدش على حساب القول دي السيد الزروالي المسئول الاول عن الهجرة في المغرب ولكن يجب الاشارة انه في البداية باللي القرار ديال فرنسا هو قرار خفض التأشيرات جاء تفاعلا يعني قالوا عدم تجاوب المغرب اي عدم استرجاع المغرب للمواطني المقيمين بفرنسا بشكل غير قانوني والقيادة الفرنسية تخدت هذا القرار لكن ابقت عليه لاغراض اخرى واصبح هذا القرار يلوفو الى الكثير من الضبابية وبالنسبة لهذا القضية او لهذا الموضوع ديال تأشيرات او الموضوع ديال المغرب ما كيتعاوج مع فرنسا في قضية ديال المهاجرين فهذه هي النقطة التي افضت الكعس اما فرنسا يعني كانت منزعجة منتقارب المغرب الاسباني وكذلك منزعجة من الاستراتيجية المغربية داخل افريقيا فرنسا الدرغوليا كتحس ان المغرب خدالها بلستها في افريقيا ومننسوش ان المغرب كذلك نفتح لدول اخرى نوع في الشراكة دياله نوع في العلاقة دياله وهذا ما ازعج فرنسا وهدش بطبيعة الحال غضيفسر لنا الاحداث اللي كيعيشها المغرب حاليا الدسائس والخطط والمؤامرات ضد المملكة المغربية وبالرجوع لتصريحات ديال السيد خالد زروالي بخصوص القرار ديال الاتحاد الاوروبي ورفع قيمة المساعدات المالية لفائدة المغرب لمكافحة الهجرة الغير نظامية واحد النسبة اللي هي 50% اي المبلغ هو 500 مليون اورو لفترة ما بين 2021 حتى 2027 حيث قالب اللي هاد الدعم ما كيغطيش النفقات اللي كيدفعها او اللي كتدفعها المملكة المغربية الشريفة سنويا لمواجهة هاد الظاهرة واللي كتقدر بـ 427 مليون اورو سنويا ولتوضيح اخواني اخواتي راه المبلغ اللي كيعطي الاتحاد الاوروبي يعني في الفترة ما بين 2021 حتى 2027 راه كيغطي لسنة وحيدة فقط يعني سنة وحيدة فقط لانها كيعطيو او لانهم كيعطيو 500 اورو على مدى سبع سنوات وهاتش اللي كتقدموه دول اتحاد الاوروبي للمملكة المغربية لمكافحة الهجرة الغير نظامية وهذا طبعا مبلغ غير كافي رغم ذلك ووضح المسؤول المغربي وقال على ان المملكة المغربية لا تضع المساعدة المالية كشرط للحفاظ على جهودها بشأن الهجرة الغير نظامية انها الحديث بالقول ان اوروبا شارك استراتيجي واضاف ان المملكة المغربية ما كتحققش دخل من القضية ديال الهجرة نحن دولة مسؤولة سواء كانت هناك مساعدات ام لم تكن قلب اللي المغرب غد يواصل القيام دياله بمهامه من خلال تصريحات المسؤول المغربي واللي قلب اللي العمل اللي كتقوم به المملكة المغربية ليس بالسهل كذلك اصبح من الضروري تفاهم المغرب في مكافحة الهجرة الغير الشرعية وتقديم دعم اكتر والمغرب صارحة راكا قالها يعني من قبل يعني في الازمة ديال الهجرة اللي كانت ما بين المغرب والاتحاد الاوروبي قالها صارحة قال باللي المغرب كيرفض انه يلعب الدور ديال الدركي في الهجرة لحامية الحدود الاوروبية اذا اخواني اخواتي نكتفي بهذا القدر كنتمنى يكون فيه الافادة والاستفادة كنتمنى انكم تبرتجوا هاد الفيديو على نطاق واسع تحية لكم كبيرة شكرا لحسن المتابعة وشكرا للحضور ديالكم الدائم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عاش جلالة الملك محمد السادس حفظه الله منتصرا على سفاهة الاعداء عاش الشعب ملتفا حول العرش عاش الوطن حرا ابيا لا يساوم ولا يباع كلنا فخرا بملكنا ونعود ونقول لا تراجع ولا تصالح فالمجد والخلود لمملكتنا الشريفة فوطن لا ندافع عنه لا نستحق ان نعيش فيه فاما ان نكون امة كاملة سيادة او ان نموت ونحن نحاول سننصر الله وينصرنا فلا غالب الا هو وامتنا المغربية فوق كل اعتبار فالنصر والخلود لمملكتنا المغربية الشريفة اشتركوا في القناة